أكد رئيس عبد الفتاح السيسي على التقدير المصري للخبرة الألمانية في مجال نظم الإدارة والتشغيل والتي تتسم بالحوكمة الدقيقة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس إدارة شركة سيكك حديد ألمانيا دايتشبان حيث أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول استعراض التعاون مع شركة سيكك حديد ألمانيا لتشغيل وإدارة منظومة القطار الكهربائي السريع وخلال الاجتماع وجه رئيس سيسي بالبدء الفوري في التعاقد مع الشركة الألمانية وبالتركيز على الجانب التأهلي للكوادر البشرية الفنية وذلك بنقل ثقافة العمل الألمانية التي تتسم بالدقة والانضباط الشديد وجودة الإنتاج وذلك بهدف صياغة وصق للكوادر البشرية الفنية المصرية من جهته أعرب رئيس الشركة الألمانية عن تطلعه للتعاون مع وزارة النقل في إدارة وتشغيل منظومة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها في مصر موضحا أن الشركة الألمانية أيضا ستقوم بتأهيل وتدريب المهندسين والفنيين المصريين وأشاد بحجم الإنجازات التنموية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي موسيقى موسيقى